خطة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري التي دعت إلى جمع ما قيمته 4 مليارات دولار من شأنها الدفع قدما باتجاه إنعاش الاقتصاد الفلسطيني خبراء في مجال الأعمال ليعملون منذ فترة لجعل هذا المشروع حقيقيا وملموسا وجاهزا وبناء على تحليلات الخبراء فإن الخطة وصفت بالمدهشة واعتبروا أنها ستبوث الحياة بشكل كبير في الاقتصاد الفلسطيني المحتضر والنتائج جاءت بحسب توقعاتهم على النحو التالي إجمالي النتج المحلي الفلسطيني سيزيد بنسبة تصل إلى 50% خلال ثلاثة أعوام الخطة ستعمل أيضا على تأمين عدد جديد من الوظائف يكفي لخفض معدل الوطالة بنسبة الثلاثين ليتراجع هذا المعدل من 21% إلى 8% المحللون أكدوا أن عملية بناء المنازل وحدها من شأنها تأمين أكثر من 100 ألف وظيفة خلال ثلاثة أعوام الخطة ستسهم أيضا في ارتفاع متوسط الرواتب بنسبة تصل إلى 40% كاري أوكل إلى مبعوث اللجنة الربعية لسلام في الشرق الأوسط توني بلير مهمة وضع خطة اقتصادية يعمل فيها مع قادة اقتصاديين ورجال أعمال تهدف إلى تحديد فرص الاستثمار في مجالات السياحة الطاقة الزراعة الصناعة وصناعة التمنعة التكنولوجيا المتطورة ورغم أن كاري لم يكشف عن الجهة التي ستوفر المليارات الأربعة غير أنه أشار بوضوح إلى أن هذا المقترح سيعتمد على التقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل ترجمة نانسي قنقر